مشاهدين للمزيد ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي يعني بعد التحية ما هي أهمية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين في ظل التواطرات الحالية بين البلدين وإلى أي مدى تساهم هذه الزيارة في تهدئة التواطرات مرحبا رغدا في الحقيقة هذه الزيارة بالفعل ستؤدي إلى عودة العلاقات الأمريكية الصينية على الأقل لما كانت عليه ما قبل ظهور المنطاد الصيني أوائل هذا العام في سماء الولايات المتحدة عندما كان وقتها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يهم بزيارة إلى الصين ولكن فور العثور على المنطاد تم إلغاء هذه الزيارة وبدأت العلاقات الأمريكية الصينية تتدهور وتصل ربما إلى أدنى مستوياتها ولكن هذه الزيارة أيضا أريد القول أنها لا يعول عليها كثيرا في الولايات المتحدة هناك تصريح بالأمس لمستشار الأمن القومي الأمريكي قال فيه أنه لا يجب أن نتوقع أن يحدث اختراق كبير أو تقدم كبير في العلاقات الأمريكية الصينية بناء على هذه الزيارة هذه الزيارة لها هدفان رئيسيان الهدف الأول هو الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة حيث أن ما حدث ما بين الولايات المتحدة والصين في الفترة الأخيرة قلل بعض الشيء من الاتصال وإن كان هذا الاتصال مستمر ولكنه لم يكن كما كان من قبل الأمر الثاني المهم بالنسبة للولايات المتحدة من هذه الزيارة أو الهدف النهائي هو أن لا تتحول المنافسة مع الصين إلى صراع مثل ما قال أنتوني بلينكين ومثل ما قال قبل ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ما بين الولايات المتحدة والصين هي حالة من التنافس في مختلف المجالات ربما السياسية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجية ولكن لا ينبغي لهذا التنافس أن يتحول إلى صراع كما قال بلينكين أيضا من قبل إنه يجب أن نتجنب الأسوأ في العلاقات مع الصين هذه هي الأهداف الرئيسية من وراء هذه الزيارة ولكن لا يتوقع في الأوساط الأمريكية حدوث تقدم كبير في العلاقات فالدولتين في النهاية لا يمكن أن نعتبرهما دولتين صديقين لكن بالنسبة لتصريحات الرئيس الصيني هل تعتقد أن هناك فرصة لتحقيق صداقة دائمة بين الولايات المتحدة والصين وفقا لتصريحات الرئيس الصيني تي جينبينغ ولماذا؟ في الحقيقة وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين أيضا من الصعب أن تتحقق ما يمكن أن يسمى بالصداقة أو حتى التحالف أو الشراكة ما بين الولايات المتحدة والصين فإذا قررنا على سبيل المثال ما بين العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا من جانب والعلاقة بين الولايات المتحدة والصين من جانب آخر لا هذا أمر مختلف العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا علاقة صداقة علاقة تحالف علاقة مصالح مشتركة ولكن العلاقة مع الصين هي علاقة تجنب الأسوأ كما يقول بلينكين هم يريدون دائما أن تبقى الصين على مسافة من الصراعات الأمريكية وأن لا تدخل طرفا في هذه الصراعات بدعم من تعاديهم الولايات المتحدة الأمريكية مثل روسيا على سبيل المثال هذا أحد الملفات التي تخشى الولايات المتحدة أن تدخل إليها الصين لذلك مسألة أن يكون هناك صداقة بين البلدين فهذا أمر صعب بعض الشيء ولكن على الأقل تريد الولايات المتحدة أن تأمن جانب الصين تريد أن تبقى الصين دائما بمنأة عن الملفات التي لا تريدها الولايات المتحدة أن تشارك فيها كانت هناك مخاوف خلال الفترة الماضية من دعم عسكري تقدمه الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا ولكن حتى الآن وحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين أيضا ليس هناك ما يثبت هذا ولكن هناك مخاوف من بعض الشركات الصينية الخاصة وليست الحكومية التي قد تقدم خدماتها إلى روسيا بشكل سري وتدعمها في حربها ضد أوكرانيا ولكن في النهاية من المطلوب أن تكون هذه العلاقة ما هو دور المؤسسات الأمريكية في تعزيز التعاون مع الصين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين؟ في الحقيقة تتعزز هذه العلاقات الثنائية من خلال مثل هذه الزيارة التي نتحدث عنها هذه الزيارات المتبادلة أيضا كان هناك زيارة أخرى لجاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الشهر الماضي كانت زيارة سرية بالمناسبة لم يعلن عنها إلا بعد مرور شهر عليها هذه الزيارات المتبادلة ما بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين صينيين أيضا هناك زيارة أخرى لجانيت ييلين وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين ولكن لم يتقرر موعدها بعد كل هذه الزيارات في النهاية تساهم في تكامل أو دعم العلاقات ما بين البلدين وبين مؤسسات الدولتين ولكن في النهاية تبقى هذه العلاقة لا ترقى إلى مستوى الصداقة ولا تهبط إلى مستوى العداوة وتبقى دائما في منطقة وسطة فقط يستطيع كل طرف أن يأمن شر الطرف الآخر نعم كنت معنا من واشنطن رامي جابرة مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا